و سهلا بطلابي الأعزاء طلاب الصف الثاني الثانوي علمي و أدبي أهلا بكم في حلقة جديدة مع فرع الكالكوليس استكمال اللي ما بدأناه الحلقة السابقة إن شاء الله المرة اللي فاتت توقفنا عند خدنا المرة اللي فاتت خدنا المرة اللي فاتت النهاردة هنشوف موضوع إزاي يجيبي المت على الفونكشن الجيبري يعني ايه برضو نقرر تاني يعني أنا دلوقتي عايزة أجيب عايزة أجيب في الفونكشن أو الرول اللي هو هيدهولي بنمبر معين فممكن النمبر ده يكون معايا زي متفقنا المرة اللي فاتت ممكن يكون النمبر ده لما أجعل به يطلع ففي الحالة دي بحاول أتصرف ماشي أعمل ايه يعني يعني أحاول مثلا أعمل أحاول أجيبها أجيب الليفت ليمت والريت ليمت لحد ما وصل لإجابة تقريبية عندي البوينت اللي هي أندفايم عندها اتفاقنا برضو المرة اللي فاتت إن أنا عندي ثري تايبس قولنا فيه عندي حاجة بتطلع ديتيرمن نمبر أو ديتيرمن ريزلز لما أقول لك مثلا الفاليو بتاع الفونكشن اد بوينت اكس ايقوال 3 ايقوال 5 ايقوال 8 خلاص يبقى أنت كده حضرتك خلصت يبقى أن كده ما فيش أي ستيبس أقدر عاملها تاني يبقى أن الفاليو بتاع الفونكشن اد بوينت اكس ايقوال 2 مثلا خلاص يواء ايقوال الفاليو لحضرتك ايه جبته في نوع تاني من كوانتيتز قلنا برضو عليه اللي هو أنسبسفايد وقلنا من أشهر الحاجات اللي هي أنسبسفايد أن الفونكشن بتاعتي يطلع الفاليو بتاعها 0 over 0 في الحالة دي قلنا أنسبسفايد لا يا لها حل تاني أننا بجيب وحاول أوصل لإجابة تقريبية النوع التالت وده المهم لو كانت عندي الإجابة مثلا number over 0 قلنا number over 0 دي equal and define طيب معنى أنها and define يبقى خلاص أنا مش هقدر أجيب لها أي value نهائيا خلاص كده طيب يبقى احنا النهاردة شغلنا على حاجتين أن المهمت تاعة الفونكشن عندي تطلع بالvalue exactly value or أنها يطلع وتطلع معي answers file هما دول التو كيسز اللي أنا هكمل عليهم and define خلاص stop مش هكمل وهقول له أن المهمت تاعة الفونكشن okay and define طيب لسا start من الوقتي تعال نشوف مع بعض كده اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت ونستكمل عليه بيقول ليه find the limit of the function algebraically الفرست وي عندي اللي احنا هناخدها النهاردة اللي هي direct substituting تمام إن أنا هعمل إيه هاخد النهار اللي انت هتقول لي عليه وهعمل بيه substituting فبقولك theorem 1 if f of x is polynomial function ركز معي في الكلام ده polynomial function يعني ما فعندهيش fractions ما عندهيش roots في الفunction أو في الرول بتاعي in x طب بيقولك لما انت هتعود تجيب limit الفunction اللي هي the polynomial function f of x when x attend صور a اعمل substituting بالa طب نفتكر مع بعض يعني ايه polynomial function كده بسرعة يعني مثلا زي ما قول لحضرتك كده أنا عندي f of x equals two x minus one ما فيش fraction ما عنديش power negative أوكي ما عنديش root فدي بيسميها polynomial function واحدة تانية لما قول لحضرتك مثلا f of x equals x of power two plus four دي بنسبالي polynomial function طيب أنا بقول لك ازاي تجيب limit هنا ومنتهى البساطة هتعمل substituting بالنمبر اللي انا هتدي لحضرتك مكان ال x اللي هنا بس فقط لغير مش عايز منك اكتر من كده طيب تعال ناخد example مع بعض انا دلوقتي طالب من حضرتك limit to x plus five when x attend four two طيب اول حاجة كده هعمل substituting مكان x by a by two طيب نشوف كده هنعمل ايه ها يعني هجيب f two كلام ده خلناه طبعا في third يعني هشيل x يبقى عندي كده equal two اللي هي كانت موجودة في الرول time two اللي هي مكان ال x plus five يعني كل حاجة زي ما هي معادة اللي هنا معادة ال x انا شلتها وحطيت مكانها bracket two على ال calculator او تحسبها two time two four four plus five equal nine يبقى انا كده خلصت الانسر بتاع السعيد نشوف واحدة تانية limit x of power two minus three x plus two when x attends for one دايما هناك مركز مع الرقم اللي تحت اللي هنا ده اوكي طيب ايه اللي انا هعمله برضو دي بنسبالي polynomial function هعمل direct substituting by one يعني هجيب f of one f of one replace x replace x by one it will be one of power two minus three bracket one or time one plus two use calculator it will give me zero يبقى انا كده خلصت الانسر دي على طول وده كده اسهل نوع من انواع limits طيب تعال نشوف عايز اعمل by substituting تاني الاحتمالات او cases اللي ممكن تطلع معاي وانا شغال ممكن حضرتك يطلع numbers real numbers زي اللي فاته خلاص بك انت كده خلصت مفيش steps تانية ممكن تطلع undefined undefined يعني ما تطلع fraction الانسر بتاع fraction over zero او ممكن تطلع unsubstified اللي هي zero over zero في الحالة دي تعال نشوف السؤال اللي جاي ها listen color تاني ها هنعمل ايه direct substituting على طول مشاكت بقى كل مرة f of one لا direct substituting على طول زي ما اخدنا في examples والاجابة equal zero طيب تعال نبص معاي في حاجة كده مهمة برضو هنا بيقولك limit x when x attend is for two for five بالمناسبة على فكرة يا شباب 5 ده بعتبر كده ما عجليش x انا ممكن اعتبره برضو ان ده polynomial function على سكده ممكن اعتبره polynomial function بس من اني نوع من الconistant يعني انا ما عنديش x اساسا هنا عشان اعمل بيقصة substituting بالتو طيب يبقى final answer equal cam equal five على طول يبقى في حتة كده مهمة عايز اقول لحررتك عليها يبقى انا دلوقتي لو انا عندي اي هنا constant يعني مثلا عايز اجيب limit f of x when x attend is for a وده كان constant خلاص يعني مثلا ايه يعني مثلا يعني مثلا f of x دي كان كنت ايب لك انا five يبقى انت الانصر بتاعتك equal five كتب لك f of x equal two يبقى الانصر بتاعت equal two على طول كتب لك f of x equal negative one يبقى final answer equal negative one ما عندكش substituting اساسا خلاص يبقى النمبر اللي هو يكون موجود جنب الليمت هو ده الانصر بتاعي طيب كمان واحدة طيب هنا بقى نبدأ تشغل برضو على طول برضو على طول برضو على طول الموضوع جميل جدا كده وسهله كمان واحدة طيب نيجي بقى هنا في حتة دي طب هو تريك داخل معاك الكالكوليكس الفراع كلها فيها بينهم من بعض يعني ممكن نسأل الكالكوليكس استخدم فيه الجبرا ممكن نسأل الجبرا استخدم فيه تمام فلازم تخلي بالحضرتك ان انت دلوقتي بتتعامل مع الفراع كلها مرة واحدة لاننا عندك في الاجزام بتاعك كل الفراع بتمتح هنا في وان تست معادة الميكانيكس طبعا فعشان كده بقول لحضرتك ما فيش فصل دلوقتي من الفراع بعضا فلازم حرك تعاود ان انت تتعامل مع كل الاشكال من الاسئلة طيب نيجي هنا دلوقتي طبعا كلنا عارفين ان الباي equals 180 الباي equals 180 دي جري اوكي طيب راجل بيقول لي انا عايز كوزين 2x over x طيب واحدة واحدة كده بالراح هعمل مكان الاكس اللي هنا ومكان الاكس اللي هنا بس هعمل حرك طبعا كلنا عارفين ان الباي اكوافلينت 180 ده الميجور باي يوزين جريدين وده الميجور باي يوزين دي جري اوكي طب هعمل ايه واحدة واحدة معا كده عايز افهم ايه لا يحصل دلوقتي كوزين زي ما هي 2 طايم 180 انا عشان عندي function كوزين تمام كده كوزين sine tan اي حاجة من دول يبقى حضرتك اعمل convert للانجل وخليها by using degree by using degree اسهل لحضرتك انا ممكن اخليها بالرديم واقول لك احسب كوزين 2 boy بس تحاول الكالكوليتور بتاعتك للرديم بس عشان الاسهل خلي الكالكوليتور على ال degree وشيل x وحط 180 طيب بالنسبة للx اللي هنا تحت دي هل معها sine او cosine او tan او اي function معهاش يبقى خليها زي ما هي بالرديم خليها زي ما هي بالرديم طيب هنيجي على الكالكوليتور cosine 2 time 180 equal كام خلاص كده حضرتك هتحسب الانسر بتاع حضرتك ده بالكالكوليتور ماشي اللي هو يعتبر كأنك بتقول cosine 360 cosine 360 equal 1 اوكي فهكتب الانسر بتاعتي 1 over بديم نيتور زي ما هو over by يبقى انا كده خلصت السؤال والby خلي بالك محدش يقول لي ان الby اللي هي equal 3.14 تاعت الصيرقونفرنس تاعت الصيركل لأ دي حاجة ودي حاجة احنا دلوقتي شغالين على sine و cosine والتان يبقى الby المقصود بيها الانجلز اوكي كمان example بيقول لي limit when x attendence for by over 2 طب تعال نفتكر بسرعة كده by over 2 اللي هي كانت كم by over 2 اللي هي equals 90 degree اللي هي 180 divided 2 عند اتفاق الاتفاق تاني قلنا لو عندي sine cosine 10 اوكي هتعمل replace للby بالdegree ما عنديش sine ولا cosine ولا تان ولا اي function خالص من functions تحت ترجل اللي احنا خدناه قبل كده يعني عندي x بس هتخليها بالridium زي ما هي وتبدأ تشتعل اوكي طيب يلا نبتدي نكمل بعض تفكر كده عايزك انت اللي تجاوب قبل ما انا جاوب لو انا عندي x هنا ها فيه ما فيش جنبها sine ولا cosine ولا تاني اخليها buy over 2 ولا اقول 90 ها هتبقى المفروض buy over 2 طيب sine x ها هنا جنبها sine يبقى انا خليها 90 طيب بالمناسبة مجرد ما هتعمل substituting حضرتك تcancel الليمت ما تكتبوش تاني يعني منفعش عمل substituting والليمت لسه موجود بوصف اي سؤال هنا مجرد ما عملت substituting ده cancel الليمت على طول اوكي يعني الانسر بتاعتي هتبقى ايه 2 time buy over 2 minus sine 90 طيب هنا simplify 2 cancel with 2 هيتبقى buy minus sine 90 اللي هو equal 1 يبقى minus 1 كده في simplest طيب نشوف الالكزامبل اللي بعده بيقول لنا عايز limit when x attends for buy over 4 10 x over x نقرر برضو الكلام تاني يبقى x نخليه يا شباب buy over 4 على طول اشي وانا واحد كده قال لي يا مستر طب اتحرك عدتها بال degree ما انا جايلك في الكلام over buy over 4 هنا مثلا طالب قال لي يا مستر انت كده انا نصلح بط طب انت ليه هنا خليتها هقول لك حضرتك هتامل ايه بقى هتامل على الكالكوليتور عندك انا عايز بقى خليك تتعاود على الطريقتين برضو هتدوس على الكالكوليتور عندك اللي هو ماشي كده مود shift mode وتختار في عندك وفي عندك تختار الكالكوليتور بالرديم ماشي تحاول الكالكوليتور بتاعتك وجرب كده معي وانت قد معي دلوقتي كده وكتب وشوف الانسر بتاعتك طيب نجرب كمان حاجة تانية رجع الكالكوليتور تاني وبدأ انا عايزك تكتب وشوف الانسر بتاعتك تطلع كام هيطلع الاتنين نفس الانسر اللي هي ايه طيب وبالنسبة زي ما هي عشان ما فيش طيب انا دلوقتي عندي يعني ايه الكلام ده يعني انا مسلا دي كانت المفروض تبقى كده طيب اعمل ايه ما احنا العارفين كلنا هنخلي زي ما هو ونحولها مضبوك كده او طريقة سهلة الدينيميناتور اللي موجود موفت يعني يعني يكون تاع عن دينيميناتور وهو جوا اساسا خد الدينيميناتور بتاع اللي تحت خالص اعمله بتاعك يبقى الانسر بتاع حيارتك طيب تعال نشوف الاجزامبل ده كانتشوز وحله ازاي بيقول لي اف اف اكس اكوال اكس بلاس تو هو مديني الفونكشن وبعدين بيقول لي ممكن بعد ازنك فايند لمت اف اف اكس مينس اف اف تو اوبر اكس مينس تو هون اكس ما عنديش اي مشكلة كده انا موجود عندي الاف اف اكس موجود عندي رول بتاع اللي هو ايه اللي هو ده اكس بلاس تو طيب اما الاف اف اف او دي اعمل في ايه عادي طيب تعال نشوف كده مع بعض هنعمل ايه ادي اف اف هروح رايح للرول اللي هنا ده كده هشيل الاكس وحط تو هيبقى او بلاس تو او 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 يبقى انا كده جبت ده يبقى ده انا عرفت الانسر بتاعته او او والانسر بتاعت التاني هكتب الرو اف او او معرفش الاسب كان يبقى اكتب رول بتاعي وطبعا ما ننساش المينس طيب هجيبي المت المت ف كده اتبقى طيب مفاجأة عندي ان الديليميليتر هو كمان x-2 مزبوط لما تعمل x-2 with x-2 يبقى كده يتبقى عندي 1 زي ما لسه إلينا من شوية خلاص طالما ده ما عنديش x يبقى انا مش هقدر عمل substituting بال2 خد الانسر الكونستان ونزله زي ما هو يبقى الانسر بتاعتي في السؤال ده هتبقى 1 طيب سؤال تاني طيب هو كل حاجات substituting لا ممكن حاجات عملها substituting ما تزبطش معين هتطرر عامل ايه طريقة تانية احنا كده اخدنا اول طريقة اللي هو substituting الطريقة التانية factorization اللي حضرتك خدته في factorization الكام نوع عندي عدي معين ممكن يكون عندك common factor يعني ممكن اول حاجة اشوف في term repeated مثلا x power 2 and x هناخد x common factor ممكن يكون difference between two square يعني مثلا x power 2 minus 25 خلي بقى لك اناقول minus مش plus هتعملها x minus 5 x plus 5 ممكن يكون trinomial وانت حضرتك عارف ازاي بتجيبه بالكالكوليتور لو الكالكوليتور قدامك كده هتعمل ايه mode equation اللي هي number 5 وعدين 3 هتطلع لك على الكالكوليتور a b c حط ال numbers لليه coefficient x power 2 وال x وال absolute term اوكي واعمل factorization على الكالكوليتور ده لو كالفاكتوريزيشن صعب في النوع الاخير اللي هو sum and difference of two cubic او the cubic اللي هو بنعمل براكت صغير وبركت كبير وهده هوضحولك بالإجزاملز دلوقتي طيب طب انا امتى احتاج الفاكتوريزيشن لو في حالة ان السؤال معايا طلع عن سبسفايد ايه ده هو فيه سؤال كمان يطلع عن سبسفايد اه فيه تعال نشوف مع بعض بيقول ان اعايز limit x power 2 minus 9 when x over x minus 3 when x at 10 minus 4 3 حضرتك اول حاجة تيجي بالك ايه طبعا اكيد هحط ال x ب 3 فلما جيت هحط ال x ب 3 بقى 3 power 2 minus 9 over 3 minus 3 احسب كده معايا 3 power 2 دي بكام ما هي 9 طب 9 minus 9 0 و 3 minus 3 0 0 over 0 ان سبسفايد اي سؤال يطلع عند حضرتك ان سبسفايد ما تستسلمش لا هو ليه حل ايه بقى قصة الحل ايه الموضوع ده انا لازم ايه اللي خليها تحت 0 اهم حاجة عندي ما يطلعش تحت 0 فيه عندي حاجة هشحالك بالتفصيل اسمها zero factor اسمها يا شباب zero factor طيب طيب zero factor ده بيعمل ايه هو ده اللي بيخلي الدينامتر بتاعي يطلع 0 طب عرفته منين يا ميستر او اقدر اعرفه منين اركز معي هو انا دلوقتي لما عملت سابسيوني هنا ب3 خلاص انا متأكد ان ايطلع تحت 0 طب شمعنا 3 ما هو الرقم ده قل بالك معي ده كده حضرتك ده هو بالنسبة لل zero factor اوكي طيب عشان ازبط المسألة انا لازم اكنسل ال x minus 3 اكنسلها ازاي هنشوف دلوقتي تعالك انا بص معي انا هعمل factorization for numerators x to power 2 minus 9 ده عبارة عن difference between two square مثلا انا مش فاكر factorization اساسا اقولك اوكي ال square root لل x to power 2 x اتفع انا هعمل x multiply x ال negative هقول عليها عبارة عن negative time positive ال square root لل 9 3 3 time 3 اوكي طيب وبعدين تحت مفيش factorization عشان ده from first degree سيب x minus 3 تحت زي ما هي حاول تعمل simplify كده ها لما اعمل simplify ايه اللي يحصل x minus 3 هيروح مع ال x minus 3 اوكي equal one كل واحد فيه يبقى انا كده حضرتك انا قدرت اتخلص من ال� zero factor اللي هو كان مخليلي المسألة فيها zeros طيب طب هل ممكن انا عرف ال� zero factors في اي مسألة على طول من قبل محل اه منتهى البساطة النمبر هنا كان 3 يبقى ال� zero factor طيب حضرتك x minus 3 طب النمبر هنا 4 يا مستر يبقى x minus 4 النمبر هنا 5 x minus 5 طيب ايه فايدة ال� zero factor وانت بتعمل factorization لازم ال� zero factor يتcancel يعني بمعنى اصح factorization بتاع حضرتك لازم يكون موجود في bracket من البركتات بتاعته ال� zero factor وبالك من المعلومة دي او يعني هنا لو ما كانش تلافي x minus 3 كانت تفضل المسألة مش معي مش مزبوطة معي طيب ايه اللي هيتحاول دلوقتي المسألة هتتحاول limit x at ten is for three x plus three بس طب يلا بقى يا شباب نعمل direct substituting مع بعض نشيل x دي وحط وقلتلك اول ما تعمل cancel the limit cancel the limit هتبقى ايه على طول three plus three equal six خلص السؤال يبقى احنا عندنا الوقت كده اتفقنا النوس مين هو zero factor بتاعي خلاص اللي هو بقى ايه x minus 3 بتعرف منين x الصين بتاع النمبر ده وحطه مع ال x اوكي يلا example تاني قبل ما ابتدي بسرعة كده ها انا عايز اشوف مين ال zero factor بسرعة كل الشباب كده تركز معي بيقول x attendance for negative one دايما من اكس الصين بتاعي اوكي يعني المفروض zero factor بتاعي يكون ايه يا شباب x plus one طب هعمل انا بال zero factor يبقى وانت بتعمل factorization لو احتاجت يعني وانت بتعمل factorization ليه ده وانت بتعمل factorization ليه ده لازم ال bracket x plus one يظهر معاك لازم ال bracket x plus one يظهر معاك ولو ما ظهرش معاك يبقى انت في حاجة في factorization غلط اوكي ممكن تعملها بالكالكولاتور وتأكد معا بالكالكولاتور بالكلام اللي اقول لحضرتك عليه طيب نبدأ مع بعض كده انا طبعا انا بخمن لسه انها ممكن تكون factorization ايه اول steps حضرتك اللي لازم تعملها في اي سؤال لازم اعمل direct substituting طيب يعني انا هعمل كده نعمل place للx اللي هنا negative one وهنا negative one negative one negative one وخلي بالك في حتة مهمة عايز اقولك عليه دايما نعود نفسك وانت بتعمل substituting حط ال number inside a bracket inside a bracket اوكي طيب هنيجي نحسب طلعت ال answer بتاعتي zero over zero unsubscribe افتكر على طول قلنا اول ما تطلع zero over zero unsubscribe لازم اتجرب هشوف اعمل فيه طيب هنعمل factorization تعال بقى نشوف كده ازاي انا عايز افهم بس factorization ده اجي ازاي لو عايز اتعلم من غير calculator فقولي x to power 2 x time x اوكي negative four انا عندي هنا four ماشي عايز two number zero product four one time four and two time two بس عشان عندي هنا minus انا عايز difference بينهم يكون three difference بينهم يكون three طبعا two time two مش هتنفع هتطر اختار four time one مين النمبر الكبير الفور ولا الone الفور النمبر الكبير ياخد sign بتاع middle term اللي هو negative والتاني ياخد العكس بتاعه post عايز اتأكد يبقى post one time negative four هيطلع negative four اعمل لهم add post one plus negative four هتدينا negative three اللي هو middle term طيب تحت x power two minus x minus two خلاص احنا فين طريقة بالكالكولياتور على طول طبعا لو انت بتكتب على الكالكولياتور الكالكولياتور هتطلع لحاجة هتقول لك ايه هتقول لك x one equal negative one ده الكالكولياتور طب الكالكولياتور بتطلع negative one حضرتك تكتب plus one تعكس sign عملتها بالكالكولياتور الكالكولياتور هتقول لك x two equal two يبقى حضرتك تعكس النمبر هتكتب هنا x minus two يبقى النمبر بيطلع الكالكولياتور هو اللي بيتعكس الصين بتاعته عشان تحط في البركت عشان ههحتاج البركتس مش محتاج مش محتاج مش محتاج عشان هقدر اكانسل zero factor بص كده طلع كلامي صح هاو زي ما انا قدتلك اهو بص zero factor عندي x plus one ظهر ولا ما ظهرش ظهر تمام اعمل ايه هكانسل x plus one هكانسل x plus one اتحول السؤال لسؤال جديد بقى عندي المت دلوقتي المت when x 10 negative one x minus four over x minus two طيب ابتدي عمل ايه دلوقتي خلاص بقى direct substituting ها cancel the limit و direct substituting يبقى negative one minus four over negative one minus two ها 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 يدينا الانسر بتاعتي five over three يبقى اي سؤال يطلع answer by five قولنا نعمل factorization طيب zero factor تاني ان شاء x attendance for negative one عشان الناس ما تنساش ها يديني بأكد عليها تاني اللي هو اعتبر مين يا شباب x plus one طيب سؤال تاني دلوقتي بيقول لي بقى ايه انا عايز اجيب الليمت للسؤال ده اوكي طيب اول حاجة حضرتك اتعودت بقى خلاص مش كل مرة هعملك ال substituting قدامك اول حاجة هعمل ايه هعمل substituting بثري هشيل x d three inside bracket three 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 اوكي طيب يستحسن تعمل كل واحد لوحده يعني احسب دا الواحده بكام عالكالكوليتور ويحسب دا الواحده عالكالكوليتور بكام خلاص وشوف الدنيا فيها ايه كالكوليتور هتقول لي zero over zero انسب سوال نرجع تاني عايز ازاب قلت المسألة دي اترى اعمل ايه هشوف الفاكتوريزيش طيب الزيرو فاكتور بتوعنا بقى ايه بوس معي ها x minus three عرفتم منين ما احنا اتفقنا ناكس الصين اللي هن يبقى انا لازم فاكتوريزيشن of numerator and denominator have x minus three طيب تعالا مع بعض عملنا فاكتوريزيشن مع الكالكوليتور تلعى كده لو انا عايز افهم دي طلقت ازاي بوس معي بقى خليك معا كده عشان اقول لك الكالكوليتور هتطلع ايه انت عندنا حضرتك هنا الكالكوليتور هتطلع لك الانسر الاولانية x equal negative half negative a half طيب انا دلوقتي عشان احوله له براكت اعمله ازاي خبالك معي اول حاجة البراكت بتاعك يكون بالشكل ده طبعا ده x one حضرتك هتاخد الدينيميناتور تحطه جنب ال x هيبقى 2x وخد النيميناتور x sign بتاعه يبقى تكتب هنا plus one يبقى ده كده البراكت الايه الاولاني طيب البراكت التاني ها الكالكوليتور هتطلع لك x2 equal positive 3 يبقى البراكت بتاعك هيكون ايه x minus 3 يبقى انا كده خلصت لك النيميناتور طيب تعالا نشوف الدينيميناتور عملت الكالكوليتور الكالكوليتور طلعت لي x1 equals negative 3 over 2 تفكر كده معايا الله هتعمل ايه براكت طالما فراكشن يبقى النمبر ده as coefficient of x هيبقى 2x على طول كله ال negative 3 هتخليها لي plus 3 طيب ال x تطلع معايا بكام تلعت ب3 يبقى البرراكت التاني هكتبه كده x minus 3 ادي البرراكت الاولاني و ادي البرراكت الايه التاني طيب يلا مع بعض بقى كده ايه ن cancel zero factor عشان نزبط السؤال بتاعنا هن cancel دول مع بعض يبقى المسألة هتتحول لشكل جديد limit when x attend is for 3 2x plus 1 over 2x plus 3 direct substituting by 3 equal 7 over 9 خلوص السؤال شوف السؤال كان ايه كان unsubstified اتحول اللي بقى اوكي طيب تعال السؤال تاني بسرعة هنا بقى لنا لسه يقول لك عليها هاسبه لك شوية x to power 3 minus 8 over x to power 2 minus 2x يلا فكروني اول خطوة اعمل ايه قولنا نعمل direct substituting ها ميسر طب اعمل يلا direct substituting ها اهو وضحتولك قدامك اهو فوق يطلع 8 minus 8 وتحت يطلع 4 minus 4 تحت 8 minus 8 0 4 minus 4 0 unsubstified كنا مسألة stop اكمل اه اكمل طبعا عايز factorization عندك هنا نوعين من factorization تعال بقى نفكر مع بعض كنا بنعمله ازاي قبل ما اعمل factorization عشان الناس اللي مش شطرة قوي انا عايز اتأكد ان اجابتي هتبقى قريبة من الصح اتأكد من الزيرو ايه factor انا بقولك x attendance for 2 يبقى الزيرو factor بتحرطك يبقى ايه يا شباب x sign هيبقى x minus 2 يبقى انا لازم factorization up and down have x minus 2 طيب نشوف factorization كده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده حصل تعالا نشوف اول حاجة راجع معل السبس بتاعتك ازاي عمل factorization لx of power 3 اولا الfirst term ده has cube root والsecond term has cube root اوكي هنعمل ايه bracket صغير و bracket كبير طيب اوكي بعدين هنعمل ال cube root الاولاني cube root x of power 3 يعني نعمل power divided 3 يعني cube root x of power 3 يبقى x طيب cube root x of power 6 اعمل 6 divided 3 يبقى x of power 2 طيب cube root x of power 9 power divided 3 9 divided 3 x of power 3 طيب بالمرة نعمل revision على square root square root x of power 2 هنعمل ايه بقى بسلت value of x ودي انا اخدها بالتفصيل ليه طيب square root x of power 4 انا بقول square root يبقى خد الباور divided 2 هتبقى x of power 2 اوكي يبقى دايما حسب الرؤوس بتاعك انت بتاخد الباور ال over x divided ال index ال over root طيب نشوف مع بعض كده الكيوبرو ال x power 3 قلنا x الماينس زي ما هو ماينس عنديش مشكلة الكيوبرو لل x اوكي equal to اوكي كده انا مش محتاج ده خلاص ده كده انا مش محتاج له شكرا طيب هكمل من هنا هتعمل ايه التكمل اللي هنا ادي ال x اللي قدام حضرتك دي اعمل ايه فيها يعني x اعمل ايه ملط الله نفسها x time x x of power 2 طيب وبعدين عايز ال last term ممشي معايا واحدة واحدة negative 2 طيب negative 2 هتبقى positive 4 يبقى انا كده خلاص الاخير positive 4 طيب وبعدين عايز اجيب middle middle بقى تعمل ازاي لو هنا minus بص معايا كده هنا minus يبقى bracket الاولاني الصغير minus الكبير عكس sign plus طيب لو هنا plus هيبقى هنا plus هيبقى هنا minus اوكي كده فهمنا sign وبعدين بنعمل ايه هنعمل دول time بعض يعني نعمل x time 2 مش time 2 تاني لا time بعض بس هيبقى 2x يبقى كده جبت الايه الفاكتوريزيشن طيب تحت x power 2 minus 2x وده trinomial لا ما في عنديش 3 دم اتنين بس انا شايف ان هنا في x وشايف ان هنا في x اوكي مين الصغيرة فيهم خدها common factor يعني يعني كده يعني حضرتك قد x minus x يعني اعمل divided x في دماغك مش هتكتبها كده و divided x x divided x هتبقى x هنكتب الانسر جو اهيه طيب ال x هنا cancel مع ال x هنكتب negative 2 طيب يا مستر وال x اللي احنا كلنا بنعمل divided عليها دي قولنا دي في دماغنا بس احنا نكتبها فين برة لو حبيت اعمل اه 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 موجودة قدامك اوكي طيب دلوقتي عايزين نعمل ايه عايزين نعمل cancel zero factor عشان نحل السؤال طيب هن cancel ده مع ده المسألة الجديدة هتبقى بالشكل ده بس انا عملت بسرعة direct substituting شيلة ال x اللي هنا واللي هنا واللي هنا وحطيه two ثلاث final answer equal six ساعات بنحتاج السرعة في الحل طالما انت فاهم الفكرة بتحتاج سرعة في الحل لان طبعا المتحانات اللي بتمكن تشوز تكون عددها كثير فهرادتك بتحتاج ان انت تكون متمكن بس في نفس الوقت متشترعة السرعة قوي ولا تكون بتعمل كل حاجة واحدة واحدة بالراحة عشان ما بطيب ايه ما تخسرش وقتك طيب سؤال تاني هنا بيقول لي طبعا عندي x plus 2 all power 2 minus 4 over x power 2 plus x when x attend is 4 0 طيب direct substituting اول حاجة يلا مع بعض لو قلتنا 0 0 plus 2 ايبقى 2 2 power 2 4 4 minus 4 0 يبقى اول راحدة 0 0 power 2 plus 0 0 يعني 0 over 0 unsubstified كده شكرا سؤال انت طيب 0 factor هيبقى ايه في بالك معاي zero factor ده ايه ده ده 0 يعني اقول x minus 0 وهو x minus 0 يعني ايه x مش كده طب ازاي يعني معنى ان انا اقولك x بس يبقى اكيد الانسر بتاعت هيكون فيها common factor الانسر بتاعت هيكون فيها common factor طبعا ما x بس طيب نشوف مع بعض اول واحد طب انا هعمل يتصرف ازاي بص بقى كده انا عملت ايه عملتها بطريقة قلت ايه انا هعتبر ان ده على بعضه expression لو x plus 2 all power 2 اوكي هعتبر one term ال x plus 2 all power 2 ولما نيجي نفق وهيطلع expression بص كده ما اخليك ما افقرك بيها كيف تعمل ازاي x plus 2 all power 2 لو عايز اعملها expand افكها كلنا بنعمل ايه بيقولون x time x x power 2 last term is positive 2 time 2 4 كلنا بنعمل first time second time 2 first time second time 2 هتدينا post 4 x ده لو انا عايز اعملها expand دي طريقة تانية لكن انا عملت الطريقة احسن من كده عملت ايه انا قلت يا مصر ده term ليه square root عشان عليه power 2 وده term ليه square root وبينهم يبقى ده difference between two square طيب خليك معاي هو انا لما عاوز اخد square root ها x plus 2 all power وهعمل ايه cancel يا باشا power 2 مع square root هيبقى x plus 2 هنكتب x plus 2 كم مرة مرتين طيب وبالنسبة للمينس زي ما احنا عارفين مرة plus ومرة minus والاسكورت للfour two time two ماشي تحت عندي هنا x وهنا x خد x common factor على طول طب x to power 2 divided x يبقى x x divided x one اوكي طيب وبعدين تعال اعمل simplify طبعا هنا عندي positive two مع negative two cancel اوكي وهنا دول هنعمل لهم add يبقى المرترو الجديد بتاعي بقى ايه x plus four multiply x over x time x plus one بص اللي حصل ها دول راحوا مع بعض اللي هو zero factor اللي احنا كل قالينه من البداية يبقى السؤال بتاعي يتحول ليه for x plus four over x plus one when x attendance for zero direct substituting final answer equal four سهل لاي المسألة طيب في طريقة تانية اه ممكن احلا بطريقة تانية بص معاي بسرعة كده حلالك هستريع بلو مخش على السؤال اللي بعد هقول لك limit when x attendance for zero انا عايز اعمل للشكل ده اللي احنا قلناه خليك معايا كده اهو هاي بنصر ب x power two plus two x plus four كل ده ده ال-expand بتاعين بتاع الاولاني بس ماشي minus four هكتبع هنا minus four طب وبالنسبة لتحت هاخد common factor x bracket x plus one اوكي يلا بصرعا نخلص هتبقى limit when x attendance for zero cancel four مع الفور هايبقى x power two plus two x وهنا هتبقى x bracket x plus one طب وبعدين لسه هناخد common factor فوق تبقى limit when x attendance for zero هناخد x common factor هيتفضل عندي x plus two sorry x plus sorry احنا قلنا هنا four sorry sorry هنا في four four اللي بقى عشان احنا قلنا لما بنينا نفوق بنقول first time second time two انا نسيت معلش الحتة بي يبقى هنا في عندي four x اوكي يبقى هنا x plus four لما هناخد common factor طيب تحت هيبقى عند حرية x bracket x plus one cancel x مع x خلاص بقت نفس الشكل بتاع السؤال ده هي هي نفس نفس الانسر طيب شوف السؤال اللي بقعده بسرعة كده limit x plus root x minus 12 over x minus ايه ده مصر ده ودي تحل ازاي بقى تعالى انت طبعا فاكر معايا لما كننا بنعمل factorize لل x power two minus five x plus six كان حضرتك بتعملها ازاي كنت بتعملها مصر بالكالكوليتور على طول تلك ماشي كنت بتعملها مثلا x minus three و x minus two انا عايز الفتنظرك لحاجة ان دايما الباور اللي كان بيكتب هنا الباور اللي بيكتب هنا كان بيكون double الباور اللي بيكتب هنا فبعتبر ده trinomial اوكي طب ايه رأيك في السؤال اللي هنا طبعا الباور هنا يعتبر كام one وال x دي لو خرجت من تحت ال scroll root هتطلع x و power كام power half طبعا هو الباور اللي هنا يعتبر double الباور اللي هنا الله يعني ازاي يعني هقول لك تاني يعني انت لما كنت بتعمل factorize لي دي كنت بتاخد الباور الصغير وتعمله مرتين x و x طبعا تيجي نعمل نفس القصة هنا يعني لما اجعمل factorize اللي فوق هعمله ازاي من الباور الصغير x power half اللي هي root x يعني انا هكتبنا root x وهكتبنا root x اول مرة نشوف مسألة زي كده عادي فيش اي مشكلة تاني بنراحة كده ونعملها مع بعض بص معي اي دي السؤال او اول حاجة هتعمل طبعا انت direct substituting خلي بالك معي هنحط هنا ايه nine طيب nine plus root nine يعني three يبقى 12 12 minus 12 zero nine minus nine zero كده خلاص خطوة دي عملتها ما تتصرعش وتخشها factorization على طول لازم اتأكد طيب نكمل عايز factorization عايي تاني بقى بص بقى الحتة اللي قتلك عليها من شوية للوقت انت لما تيجي تعمل الترينوميال بتعمل ايه قلنا اتأكد ان الباور اللي هنا double الباور اللي هنا طب ده power one وده power half بقررها لك تاني يبقى انها هشتغل على root x يبقى البراجت الاولاني يبقى فيه root x والبراجت التاني root x وكمل شوالك العادي بس هيوضل الاختلاف عايز two numbers الملتبلاي بتاعهم 12 بس عشان هنا minus عايز difference بينهم 1 four times three مين الكبير فيهم الفور تاخد الباستر والتاني تاخد الايه النيجر يعني انت تعمل بالكالكوليتور عادي جدا ABC فيش اي مشكلة طبا مستر اكسو مينس 9 اقولك برضو فكرة دي فاكن لما كنت بقولك اكسو power two مينس 9 عملها factorize كنت بتعمل ايه كنت بتقول لها مستر هخليها اكسو مينس 3 واكسو بلاد 3 على اساس ان انت بتعمل ايه بتعمل بتخليه هنا وان وهنا وان مش انت لما تيجي تعمل اكسو power one time اكسو power one تبدي لك اكسو power two تمام طب من هنا نفس القص طب مصر دي اكسو مينس 9 بس عادي بوس يا حبيبي اكس باور 1 مينس 9 ماشي طب تعال نعملها براكتين انا اعتبر ده هو انت هنا كنت بتعمل ايه تبان راح على الحتا دي تاني عشان دي اقم حت ما لدي مش انت كنت بتاخد الاسكوروت اللى ده الاسكوروت اللى ده كان بيبقى ايه اكسو اكس والاسكوروت للنان 3 و 3 طب ما تيجي انطبق نفس الكلام اللى هنا هو الاسكوروت لده هيبقى ايه هيبقى high one too يا مستر طب انا انا وضطوه مرتين يبقى هنا سكوروت x خلاص هنا مينس وهنا plus الاسكوروت للن collectively يبقى 3 و 3 ايه ده يعني انا ممكن ان السؤال بتاعي ما يكون البار بتاعي مثلا وعمله ديفرنس بتوين تو سكوير اه ينفح مش مشكلة طالما حققت الشروط بتاعتنا اي عرفت تاخد السكورت للأولاني والتاني وبينهم ماينس اوكي جو ان كمل تمام كده يعني تاني مش لازم بقى في ناس حافظة شكل السؤال ديفرنس بتوين تو سكوير يبقى لازم اكسو بار تو لازم اكسو بار فور لازم اكسو بار سكس مش شرط ممكن زي ما انتا شفت قدامك كده اكسو بار وان هي وعملتها ديفرنس بتوين تو سكوير اوكي يا شباب طيب نكمل كده مع بعض بسرعة يبقى انا كده للوقتي عملت وعملتها ايه زي ما انتوا شايفين فين الزيرو فاكتور هنا خب بالك معايا بقى الحتة دي عايز اولها لك انا دلوقتي هكانسل ده معده مش كده طيب هيبقى عندي مين هيبقى عندي السؤال ده كده اعمل يا باشا ديريكت سبستيتيوتين كده دلوقتي حط ناين هتبقى سكور روت ناين بلاس فور اوبر سكور روت ناين بلاس ثري فاينال انسر سيفن اوبر سيكس ماشي طيب حتة كده عايز اقولك عليها هو انا دلوقتي حتة الزيرو فاكتور مش مستر حضرتك قلت ان الزيرو فاكتور بتاعك اللي هو اكس ماينس ناين قلت لك ماشي فيش مشكلة طيب وبعدين طيب ما الاكس ماينس ناين ده يا باشا طيب ما انا ممكن اخليه افكه تاني افكه تاني اعمله فاكتورايز اللي هو زي ما قلنا روت اكس ها ماينس ثري وروت اكس بلاس ثري اخدوا السكورة للاتنين انا هعتبر ان اللي اتنين دول دلوقتي زيرو فاكتور ماشي استخدم اي واحد فيهم دلوقتي وانت بتستخدم تحت لقيت فيه اتنين راحوا مع بعض صبت السؤال معي طيب نشوف مع بعض الحيطة دي تاني سؤال تاني بسرعة هنا بيقول لي limit x at ten is for one x to power three minus x to power two اوكي plus two x minus two over x minus one طيب ده four terms اناعمل ايه على طول بسرعة كده شباب ده zero substituting zero over zero unsubstified نبتدي نفكر four terms دي جديدة دي هنعمل فاكتورايزنج باي جروبينج يعني جروبينج هناخد الاثنين الاولانين مع بعض والاثنين الاخرانين مع بعض ونشوف الكمونفاكتور طيب نشوف كده اول حاجة انا هنا اول اتنين اصغر x to power two x to power three الصغير x to power two خد ال x to power two common factor اوكي هيتفضل عندك x to power three divided x to power two يبقى x x to power two divided x to power two هيبقى وام طيب هنا من الكمونفاكتور في الاثنين دول كده مع بعض انا شافي انها اعمل دفايد ده وده دفايد ده هتبقى x minus one تحت مفيش طب واحد اقول لي مصر شمالة دي اللي سبتها يعني ما انت ممكن تخليها x minus one و x plus one اقول لك بس انا مش محتاجها ما عنديش فوق روت طيب بعد كده انا اعمل ايه انا شايف اللي هو ده x minus one متقرر مرتين اوكي انا اكتبه مرة واحدة يعني هناخد ده يبقى الشكل المسألة تبقى كده x minus one cancel طبعا ال common factor اللي انت اخدته اكتبه مرة واحدة هيتفضل عندك x power two plus two over x minus one zero factor cancel مع بعض اوكي هيتفضل عندك limit x at ten from x power two plus two substituting one power two plus two equal three اوكي يا شباب طيب ناخد بقى حاجة تانية بسرعة وسريعة كده حاجة اسمها long division هو كل المسألة تنفى معي factorization لا يا مصر في مسألة ما بتعرفش عمل فيها factorization تبقى صعبة جدا طيب بتطور اعمل حاجة اسمها long division طبعا long division ارجعك للذكريات تاعت first prep لما انت بدأت اول مرة تعمل divided by expression another expression كانت صعبة بالنسبالك المرة دي انا هتدي لك حاجة طريقة جديدة وهتعجبك اول بس ركز معي واحدة واحدة كده وما تشغلش نفسك باقي حاجة غير انت تشوف انا بعمل ايه دلوقتي اني عندي هنا السؤال اللي جاي ده بيقولك find limit x power 3 minus 15 x minus 4 انا اول ما شفت x power 3 minus 15 x حسيت ان انا وقفت يا مستر مش x power 2 ده trinomial بس ازاي x power 3 واضحة كده ان احنا نتعب معنا في الفكتوريزيشن بتاعها بس لما بصت تحت x attendance for 4 عرفت ان 0 factor بتاعي هيبقى x minus 4 واخد بالك معايا كده اوكي طب وبعدين يبقى انا لازم اعمل x minus 4 اكانسلها لو المسألة طلقت ان سبس فاي طب انا مستر هعمل direct substituting وفعلا جربت طلقت 0 over 0 ان سبس فاي طب وبعدين بقى خد بالك معايا بقى او انت هنا بتقول x attendance for من for 4 ركز معايا هعمل ايه هاخد number 4 ده هروح كتبه هنا ماشي اقولك لو تعمل ايه هاخد ال x support 3 رقم اللي قدام ال x support 3 في السؤال هنا كان coefficient بتاعه والله يا مستر 1 فيش رقم قدامه 1 طيب المفروض اللي بعد كده امشي بالترتيب انا عايز coefficient تاع ال x support في عندك هنا x support يا ابني مفيش يبقى حط coefficient بتاع 0 طيب هاتلي coefficient بتاع ال x مين النمبر اللي قدام ال x فوق ها negative 15 اكتب negative 15 هاتلي absolute term negative 4 طب ماشي عملنا coefficient وبعدين هنعمل ايه دلوقتي هنحط ال 4 هنا ماشي ونعمل ايه دلوقتي بص معايا على السراك بسرعة هننزل ال 1 تحت زي ما هو وبعدين نعمل ال 1 time 4 1 time 4 4 نكتب ال 4 هنا بسرعة اعمل add عادي يطلع 4 4 time 4 هتعمل 16 حط الانسر الناحة التانية اعمل add يبقى positive 1 اعمل التضايي تاني ارجع 1 time 4 4 يدينا ايه 4 انا كده خلص يعني ايه الدفادي ده الدفادي الغريب ده بص بقى المنبر اللي طلع ده ال 1 هيبقى coefficient تاعة ال x وده coefficient تاعة ال x وده ال يعني انا بقى ال power 1 يبقى coefficient x power 2 يبقى coefficient تاعة x power 1 وهكز يبقى انا الشكل الجديد بص بقى معين وانت عملت divided mean 0 factor 4 يعني x minus 4 هتحطه فوق وحط اللي انت طلعته ده x power 2 plus 4 x plus 1 فوق وتحت x minus 4 cancel تحول الليمت عندك للليمت ده direct substituting final answer equal 33 ان شاء الله هناخد تبارين تاني عليها بإذن الله المرحلة الجاية في الكالكوليس بإذن واتمنى ان شاء الله ان احنا نجرب الحاجات اللي احنا شفناها النهاردة دي وان شاء الله اوعيدكم بمسال اكتر وافقار اكتر من الامهارات العالية بإذن الله بس اتعشن من حضرتكم ان انتو تعملوا practice كتير جدا وما فيش حاجة صعبة ان شاء الله كل حاجة step by step وبإذن الله الموضوع هيكون سهل جدا واتلاقي نفسك هتحصل full mark ان شاء الله ربنا وفقكم جميعا واتمنى لكم التوفيق واتمنى لكم النجاح والتفوق ان شاء الله